لسا مكملين معاكم فكراتنا هارك سعيد وزي ما قلنا في البداية في قضية بتشغل الرأي العام في الفترة الحالية بدرجة كبيرة جدا وهي قضية تبادل الأسرة خصوصا قضية تبادل 1027 أسير فلسطيني محتجز لدى السلطات الإسرائيلية مقابل إطلاق صراح الجندي الإسرائيلي جلعات شاليت جلعات شاليت محتجز لدى الحركة الإسلامية حماس منذ فترة الصفقة تم الإعلان عنها لكن ما تمش الموافقة عليها من فترة ليه بيتم الموافقة عليها تحديدا الأيام دي هنعرف أكتر عن الصفقة وعن المكاسب اللي ممكن تعود على الطرفين وعن شروط الصفقة من أستاذ أكرم حسام وحل استراتيجي بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط صباح الخير صباح الخير نهارك سعيد نهارك سعيد يعني طبعا في بداية عايزة أعرف قصة الصفقة دي هو طبعا في البداية قبل ما نتكلم على قصة الصفقة لازم طبعا نوجه الشكر والتحية لمهندس هذه الصفقة أو لمهندسي هذه الصفقة وهو طبعا جهاز مخابرات العامة المصرية هذا الجهاز الذي أثبت أن مصر دورة مؤسسات وأن بها مؤسسات كانت تعمل ولا تزال محرفية ومهنية عالية وأنها أجهزة لديها القدرة على العمل والاستمرار بشكل مستقل وبشكل مهني ومحترف بغض النظر عن من يمسك بتقاليد الأمور أو مقاليد الأمور في مصر جهاز مخابرات العامة المصرية قام طبعا بدور أساسي في هذه الصفقة معروف أن الجندي جلعات شريط تم القبض عليه في عام 2006 في عملية كوماندوز مشهورة من جانب كتاب عزدين القسام الجناح العسكري التابع لحركة حماس من البداية علانة حركة حماس أنها ستبادل أو ستسعى إلى تبادل هذا الجندي أو مبادلة هذا الجندي بعدد من الأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وكانت حماس تصر بشكل أساسي على أن تكون المبادلة مع عناصر أساسية أو أسماء معروفة في حركة حماس من الأسماء المعروفة لدى الحركة لكن طبعا إسرائيل في ظل خفها وخشيتها من أن تطلق صراح هذه العناصر الكبيرة التي نجحت في القبض عليها في الفترة قبل القبض على جلعات شريط كانت بترفض وتصر على الرفض بشكل أساسي وكانت تتمسك بشروط ربما تكون معجزة أو تجعل حماس ترفض هي الأخرى الصفقة كمان عاوز أشير إلى الموقف الأمريكي من هذه الصفقة الذي ظل طوال الخمس سنوات الماضية يدفع ويساند الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خصوصا حكومة نتنياهو الأخيرة إلى رفض إتمام هذه الصفقة وعدم إتمامها على أساس أن هذا يعتبر في جانب منه مكافأة لحركة حماس التي يعني بتأخذ اتجاه معارض لاتجاه السلام أو يعني الدعوة للمفاوضات ويعني اعتبر المفاوضات أو الحل السلمي هو الحل الأنسب للتعامل مع القضية الفلسطينية نمسك بقى يعني القضية نقسمها لفكرات تمام الأول ليجل عاد شريط اشمعنا بالتحديد هذا الجنسي؟ أولا يعني كشخص يعني ليس له القيمة الكبيرة ليس يعني خصوصا أنه متروك من 2006 يعني ليس قيمة عسكرية كبيرة ليس شخص بردب عسكرية كبيرة لكنه إسرائيل دائما ما تلقي بهالة إعلامية كبيرة على بعض الأشخاص الذين يقعوا في الأسر ده يعني في جانب منه يرجع إلى الفلسفة الإسرائيلية الخاصة بالدفاع عن المواطن الإسرائيلي أو أي مواطن إسرائيلي في أي مكان هو طبعا مرتبط بقلة عدد السكان الإسرائيليين وبالتالي يعني تحاول الحكومات الإسرائيلية أن تبرز اهتمامها بالإنسان الإسرائيلي وما إلى غير ذلك هي في الحقيقة من 2006 وحتى وقتنا الحالي 2011 يعني عملت هالة إعلامية كبيرة حول هذا الرجل جلعات شليط المشكلة أن هذه الهالة الإعلامية صحيح أن في جانب منها كانت بتمثل ضغط على الفلسطينيين في المحافل الدولية في كسير من المحافل الدولية لدرجة أن الإسرائيليين نفسهم معظم زيارات المسؤولين الإسرائيليين للخارج كانوا بيضعوا على أجندة أعمالهم ملف جلعات شليط على الرغم منه ملف ليس بالقيمة الكبيرة ليس شخصية استخباراتية وليس شخصية عسكرية له قيمة تستحق البحث عنه طوال الخمس سنوات لكن المشكلة أن السحر انقلب على السحر كما يقولون بالنسبة لهذا الملف الهالة الإعلامية التي فرضت حول ملف جلعات شريط وفشل الحكومة الإسرائيلية في استعادة هذا الجندي كانت الحكومة الإسرائيلية كانت تراهن على إمكانية أن تستعيد هذا الجندي مرة أخرى بدون الدخول في مفاوضات لدرجة أنها رصدت مكافآت للفلسطينيين يدلوا على مكان هذا الرجل في قطاع غزة لكن طبعا خلال خمس سنوات المحاولات دي كلها لم تنجح ده وضع شعبية حكومة نتنياهو في ضغط شديد من جانب الرأي العام الإسرائيلي وبدأوا يطلبوا بضرورة استعادة جلعات شريط بأي شكل من الأشكال وهو ما وضع هذه الحكومة في مأزق طبعا في حاجات كتير جدا نقدر نقول أن هي كانت مقدمات أساسية لإنجاح هذه الصفقة منها طبعا بالأساس يعني هنا طبعا لازم ندور على مصالح الأطراف مصالح الأطراف اللي هي دخلت في هذه الصفقة إسرائيل على سبيل المثال خلال الفترة الأخيرة وضعت فيه ضغط دولي شديد نتيجة ليه طبعا فشلها في منع الفلسطينيين أو في الضغط على الفلسطينيين ومنعوهم من التوجه للأهم المتحدة للحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية هذا التوجه من جانب الفلسطينيين لأهم المتحدة وضع إسرائيل في مأزق دولي وهو فيه يعني شبه ضغط دولي مستمر عليها وطبع الولايات المتحدة كانت بتأخذ مواقف يعني مستند طبعا للإسرائيليين في هذا الاتجاه هذا المواقف أضعف إلى حد كبير من رؤية أو الصورة العامة لحكومة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي إذا أضفنا إلى هذه النقطة إلى نقطة خاصة برضو الضغط المتمثل في ملف جلعات شريط والضغط من جانب الرأي العام الإسرائيلي على حكومة نتنياهو إذن الحكومة الإسرائيلية كانت تسعى إلى الخروج من عبأة هذا الضغط الداخلي والضغط الدولي في مصورة جلعات شريط كان لها دور أساسي في هذه الصفقة كان لها دور أساسي طبعا لكنها طبعا انقلبت عليها من زاوية أخرى بالضبط مين اللي بيحدد عدد الأسرة في صفقات التبادل صفقات التبادل إسرائيل أولا طبعا بداية نشير أن هذه الصفقة ليست هي أولى صفقات تبادل الأسرة الإسرائيلية الفلسطينيين مع الجانب الفلسطيني يعني قبل كده تم الإفراج عن 12 ألف أسير طبعا في صفقات مختلفة المعتد علي والإسرائيل يعني قدرت تحطه كقعدة خاصة بموضوع التفاوض حول الأسرة هو أن إسرائيل ترفض أن يضع الطرف الآخر أي معايير لإفراج عن الأسرة بمعنى أنها هي الطرف الأولى والوحيد الذي يحدد المعايير الخاصة بإطلاق الأسرة وهو ده نقطة خلاف يمكن اللي كانت بين حماس وبين إسرائيل حماس كانت مصر على إطلاق صراحة زي ما أنا قلت في البداية العناصر الأساسية اللي تم القبض عليها من حركة حماس طبعا الإسرائيليين كانوا رافضين تماما وقالوا أن من سيترك هذا متروك تماما للإسرائيليين لتحديد يعني هويته ويعني أهميته والملاحظة طبعا بالنسبة لصفقات الأسرة السابقة وهذه الصفقة أن من يفرج عليهم معظمهم إما أن يكون قد اقتربوا من إنهاء فتة الحبس داخل إسرائيل أو عناصر غير مهمة بمعنى من طبعا من ناحية الأمنية والسياسية يعني بالأساس من ناحية الإنسانية عناصر غير مهمة بمعنى بعض الفلسطينيين اللي هم بيتسللوا إلى داخل إسرائيل العمل وليس لتنفيذ عملياتهم غير ذلك يعني تسلل فلسطيني طبيعي بيتم القبض عليهم وإدعهم في السجون هؤلاء هم من يتم تركيز عليهم في مثل هذه الصفقات ومعروف أن إسرائيل دايما بتركز على ملف الأسرة أو يعني الاستحواز على عدد كبير من الأسرة كوركة ضغط مستمرة في إيدها في إجراء أي مفاوضات مستقبلية مع حماس أو مع أي طرف من أطرف لأليه ما بيتمش تحديد الأسرة بالاسم زي ما بيتم من الجانب الإسرائيلي تحديد الشخص الفلاني هو اللي عايزينه في صفقة التباتل يعني طبعا شوف حدريتك ده مرتبط تماما بأوراق الضغط اللي بملك الأطراف يعني إذا كنت حدريتك عاوزة تكلمة على إن حماس هي اللي تحدد من سيطلق صراحه ده معناها وده فعلا كانت حماس عاوزة في البداية بعد 2006 بعد أجارات التفاضي الأولى لكن الطرف الثاني هو الطرف الأقوى ورافض بس أنا جب أنزي دلوقتي أصبح ورقة ضغط قوية جدا على الجانب الإسرائيلي هو طبعا ورقة ضغط لكن الظروف ربما تكون غير ملأمة للطرف اللي هو حماس أنه هو ينفذ الضغط بتاعه على الطرف التاني ملحوظة طبعا مهمة في الإطار ده وده مرتبطة بليه حماس برضو وفقت على الصفقة يعني هو ده الإجابة على السؤال ليه حماس وفقت على هذه الصفقة حماس موقفها الداخلي بدأ يتعرض للضعف والتأكل لعدة أسباب وعلى رأسها طبعا الثورة اللي حصلت في سوريا ويعني انكشاف ظهر حركة حماس طبعا معروف ان النظام السوري كان يمثل دعامة او دعم اساسي لحركة حماس وكان إحدى يعني الدور السوري كان إحدى الجهود المعطلة للجهد المصري خلال الفترات السابقة الخاصة بإنجاز هذا المشروع بس حدثت عشدت بدور الجهاز المخابرات العامة وبالمجهودات اللي قامت بيها مصري في هذه الصفقة بس تحديدا ايه المجهودات دي وتصرفت